اسم الدرس التكاثر عند الحيوانات البايوظة التغذية الموضوع التكاثر عند الحيوانات البايوظة الهدف تعرف كيفية التكاثر عند الحيوانات البايوظة أولاً أبحث أبحث عن عدد البيض الذي يمكن أن تحظنه حاضنة اصطناعية والمدة اللازمة ليفقص بيض الدجاج الإجابة تصل مدة حظن الحاظنة الاصطناعية تقريبا نفس المدة التي تحظنها الدجاجة وهي 21 يوما لكن عدد البيض يفوق 30 بيضة كأقل تقدير أكبر عدد ممكن من البيض يمكن أن تحظنه الدجاجة الإجابة الإجابة تحظن الدجاجة 15 بيضة وتدوم مدة الحظن 21 يوما ثانيا الإشكالية كيف تتكاثر الطيور البايوضة؟ الإجابة تتكاثر الطيور البايوضة بالبيض فالبيضة هي عنصر التكاثر بالنسبة للطيور معد الخفاش ما هي الحيوانات الأخرى التي تتكاثر بنفس الطريقة؟ الإجابة إضافة إلى الطيور الزواحف أيضا الأفعى الثعبان السلحفاء السحلية الحلزون والحشرات النحل الذباب البعوض الجراد إضافة للأسماك سواء كانت تعيش في المحيطات أو البحار أو الأنهار هي حيوانات بايوضة ثالثا أتثبت أكسر بايضة في صحن مما تتكون؟ الإجابة عند كسر البيضة نلاحظ أنها تتكون من الكشرة وهي الجزء الصلب الذي يحمي محتويات البيضة ويحدد شكلها العام فصين فص أبيض لذج يسمى الآح فص أصفر اللون يسمى المح أصنف الحيوانات التالية إلى مجموعتين تتكاثر بالبيض ومجموعة لا تتكاثر بالبيض ذفضع ذفضع دجاجة سلحفة ثعبان نعامة أرنب فأر سردين حمامة الإجابة حيوانات تتكاثر بالبيض ذفضع دجاجة سلحفة ثعبان نعامة سردين حمامة حيوانات لا تتكاثر بالبيض أرنب فأر لديك بيضتان بيضة أولى أخذت من قن فيه ديك ودجاجة وبيضة ثانية أخذت من قن فيه دجاجة فقط أجيب بنعم أو لا وأعلّي الإجابة نعم لا أعلّي الجوابي البيضة الأولى قادرة على إعطاء فرخ البيضة الثانية قادرة على إعطاء فرخ الإجابة نعم لا أعلّي الجوابي البيضة الأولى قادرة على إعطاء فرخ نعم لأنّ البيضة ملقّح البيضة الثانية قادرة على إعطاء فرخ لا لأنّه إذا عدم وجود ديك في قن الدجاج فإن جميع البيض لن يكون ملقّحاً وبالتالي لا يمكن أن تفقس البيضات حتى ولو حضنته الدجاجة لعدّة جهور هذه مجموعة من الحيوانات البايوضة أرسم بيضة كل حيوان منها عصفور دجاجة نعامة ثعبان الإجابة بيضة عصفور بيضة دجاجة بيضة نعامة بيض ثعبان أمقل هذه الرسوم وأرسم فرخ حيوان أعلى كل بيضة عصفور ثعبان الإجابة عصفور ثعبان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر